السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اليه وصحبه اجمعين. ازايكم وعملين يا رب تكونوا بخير. النار ده فيديو جديد واصفة جديدة هنعمل فيها تدميس الفول. وتلات اطباء من الفول اجمل من بعد ينفعوا في صحور رمضان بازن الله. لو اول مرة تشوفوا القناة فتلون ليس امرها لايكوا شير سبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل. عشان نوصل لكم اني اشعار بوصفات الجديدة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل القطباء الجميلة بتاعتنا دي ازاي? طبعا انا بجيب الفول. كويس. وبنقه ايه? وبعد كده بيتغسل حلوة قوي وبنقعه من ساعتين لتلات ساعات مش اكتر من كده. لو نقعت الفول مدة طويلة بعد ما بيستوي بتلاقي القشرة بتاعته مجلدة ومش حلوة. فانا بنقعه في حدود من ساعتين لتلات ساعات وبعد كده اغسله كويس وبعد كده نزل عليه بالمية المغلية بتكون مغطية الفول بكتير واغطي عليه اول ما يغلي باغطي عليه واسيبه لحد ما يسيبه. طب ايه الاضافات اللي انا بحطها? بحط على نص كيلو حوالي آآ نص كباية من الجزر المبشور نص كباية من العس الاصفر معلقة من الخل وربع معلقة صغيرة من البكينج بودر. اقلبه كده روح مغطيها يغلي روح مغطيها عليه واسيبه بقى لحد لما يستوي وتحاولي ما تقلبيش كتير في الفول يعني ما تشيريش الغطا كتير عشان ما يسودش. وتقلبي تقلبي بمعلاقة خشب مش بمعلاقة استلس. او الامونيو ما ينفعش. هيسود منك الفول بصوا بقى الفول طالع عامل ازاي? ما حطناش ولا طماطم ولا الامون ولا اي حاجة خالص. طيب احنا بعد الفول بتاعنا مجهز معانا كده. هجيب بقى اطاسة وانزل بالمادة الدهنية كده معلقتين من السمنة البلدي بقى عشان تديكي طعم كده في مدى الجمال. ما عنديكيش آآ سمنة بلدي اي سمنة تحطيها عايزة تعملي بالزيت ماشي وزي الفول. نزلت كده ببصلية كبيرة او بصلتين وسط كده. ومعلقة من اللية اللي احنا كنا عملينا مع عوضة اللي هي السمنة. ومعايا كده التوم عملته شرايح. ما يعني مش توم مهروس لأ شرايح نزلت به ونزلت بمعلقة صغيرة من الكزبارة الناشفة او الجفة. وعندي طماطم متقطعة انزلت بيها البصل بعد ما دبل. والتوم والكزبارة دوني ريحة كده روح تنزلها بالطماطم. وانزل كمان بحوالي نص كباية من عصير الطماطم. ولو عندك طماطم جاهزة حطي على طول. ما يفضلش تحط الصلصة. ما بحيبش احط الصلصة. اللي مجرب الصلصة وكويس هيحط الصلصة بدل الطماطم ما فيهاش مشكلة. معايا اتنين فلفل رومي. التعطم وكعبات صغيرة كده ومعايا ملح. وفلفل اسود وكمون. انا ما بحطش اكتر من كده في الفول. هو الملح والكمون. هنزل بقى بالفول بص الفول اللهم بارك زي الزبدة. ما شاء الله. واوفر بكتير دلوقتي الفول بقى سعره غالي جدا برا لهو الفول المستوي. وانت عامله وضمنه ان انت الفول نجيفه زي الفول. خلصنا اول طبق معنا. تاني طبق بقى بجيب طوصة كده على النار. حطيت فيها معلاتين من الزين. هنا بقى الوصفة دي زيت من السمنة. معلقتين من الزيت او معلقة من الزيت حسب كمية الفول اللي عندك نزلت كده بالتوم الشرايح زي ما حضراتكم شايفين. استعملنا للتوم النهاردة كله حلقات كده مش مهروس او مفروم. اول ما التوم يبتدي يحمر معايا ما تخلوش يغمق. لو غمق حيمرر معاك. ياخد لون كده دهبي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. انا بقى بعشة الوصفة دي اللي هو الفول اللي بالتوم. بيبقى طعمه في منتال جمال ورحته وانت بتعملية بتجوع فعلا. هكون انا بقى محضرة البولة بتاعت الفول طبعا الكمية اللي انت عايزاها. تخلي بالي بقى كويس. حبتدي اقلب بقى الفول. مع التوم والزيت كده زي ما حضرتكم شايفين. وهحط عليه ملح وكمون. مش اكتر من كده. انا اسيبه بس ياخد كده غلوة والتانية. ولو حابة تزود الفول او تقليلي زي ما انت عايزة. هنا الملح. واحط شوية من الكمون اهو. بس هو الفول ملح وكمون ولمون. هقلب بقى كده. وهنشوف بقى الطبق التالت هنعملو ازاي? يعني دول تلات انواع مختلفين وفيه انواع تاني كتير هنعملها مع بعض من الفول برضو لسحور رمضان ان شاء الله. اللهم ما بلقنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين اللهم امين يا رب العالمين. بجيب بقى كده الخلاط. بحط ربع كباية من المية بس عشان اشغل الخلاط. ربع كباية من المية او حسب كمية الفول. بجيب بقى الفول اللي هو معلوش اي حاجة خالص. الفول اللي انا عملاه مساويه وما فيوش اي اضافات. وهجيب كده بولة صغيرة من الفول اللي انا عملاه بالبصل والتوم والفلفل اللي هو الاولاني خالص. نزلت بيه برضو في الخلاط. وابتدي بقى ايه? اضرب كويس قوي. كده انا عملت الفول المهروس بس اللي هو مضروف في الخلاط. كده معانا الطبق بتاعنا اللي هو بالتوم. وده اللي احنا ضربناه في الخلاط وحطينا عليه الطحينة وحطينا عليه زيت الزتون. ما شاء الله. وده اللي احنا عملناه في الاول اللي هو بالبصل والتوم. والطماطم والفلفل. طلعوا معانا احلى تلات اطباق في منتهى الجمال. وبذكر حضراتكم ان الفول ما يتنيعش اكتر من ساعتين تلاتة. عشان يطلع معاكي السوى الفولة نفسها مع القشرة سوى واحد. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهار ده خلص يا رب بيكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.